عمل الصحفيين والناشطين في سوريا مهم جدا وأعتقد أنه بالنسبة لنا في أوروبا من الصعب جدا الحصول على معلومات موثوقة ولا يمكننا تقييم الوضع ومن الصعب تحديد المصادر الموثوقة أيضا لهذا السبب فإن كمية المعلومات التي نعتمدها في أخبارنا قليلة جدا وهناك أشخاص وناشطون وصحفيون يعملون كل ما في وسعهم لحصولنا على هذه المعلومات أعتقد أنه من الصعب التخيل كم يخاطر هؤلاء الناس إنه من الصعب التفكير في هذا الموقف أنا من موقع هذا لا يمكنني أن أتخيل كمية العنف الموجودة في سوريا خصوصا ضد الصحفيين الذين يحاولون القيام بواجبهم وهذا غير إنسانيا بنظري ولا يمكن تصوره ينبغي أن يكون الجميع قادرا على التعبير عن رأيه بحرية عندما يتعلق الأمر بالحقيقة وخصوصا في سوريا حرية التعبير مهمة ويستحقها الصحفيون السوريون ليتمكنوا من نقل الحقيقة دون أي عواقب فالحقيقة الأولى في هذا الإطار أن الصحف السوري قدم روحه من أجل إظهار الحقيقة وبث وإيصال قضيته ورسالته العادل إلى العالم سعى بكل ما أتي من قواء الكثير من الصحفيين السوريين قتلوا في سنوات الثورة السورية في السنوات الماضية قدموا أرواحهم على هذه الطريق نجحوا في أماكن ولم يستطيعوا إيصار رسالتهم في أماكن أخرى ولكن بشكل عام أوصلوا الرسالة بشكل كبير جدا ترجمة نانسي قنقر